مرحبا ويعطيكم ألف عافية فيديو اليوم بدي أحكي عن الشغل وصلتني كتير رسال على الفيسبوك إيميلات إنه هل في شغل بأوكرانيا هل واحد بقدر يعني إنه يجي ويسوي مصاري هاتوا مبلش إنه في أوكرانيا زي بأي دولة تاني بالعالم في كتير أجانب إجادة وفتحة شغل اللي فتح مثلا شركات اللي فتح مكاتب سياحة اللي بيشتغل بالاستراد والتصدير اللي بيشتغل بالزراعة فيه شباب يشتغلوا حلقين فيه ناس فتحوا كيوسكات شاورمة وإلى آخرها على أي بلد بدك تروح وتفتح شغل بدك راس مال فكرة جديدة ودعاية منيحة راس المال طبعا بيختلف من شغلة لشغلة فيه راس مال صغير راس مال وسط راس مال كبير أما إذا انت بدك تفتح محل شاورمة أو محل فلافل بدك بس موقع منيح اللي عدد منيح من الناس يمرق منه ويمرق من جنبه وراس المال اللي تفتح المحل يعني انسى الفكرة وانسى الدعاية حتى لو المنتج اللي بدك تبيعه وتعمله موجود بالسوق حاول سوقه بطريقة تجذب الزباين إلك يعني سبيل المثال أننا درست بأوكرانيا 80% من الأرقيل كانت موجودة بالمطاعم الكافيهات العربية مع الوقت الأتراك والأوكران صاروا يجيبوا أرقيل غريبة يعني كل الأرقيل أزاز الأزازة بتختلف البربيش غير الراس بيختلف بطلوا يستعملوا أصدير صاروا يجيبوا معسل بنكهات مختلفة وهذا كله جذب الناس إلهم يعني زي ما احنا بنحكي بالعربي العين بتاكل فمش غلط تفتح إشي موجود في البلد بس حاول أنه تعمل إيش ما بتقدر أنه تسوي هذا الإشي بطريقة غريبة أو طريقة تجذب الزبون إلك الدول كبيرة والمدن الرئيسية كبيرة عدد السكان بالمدن الرئيسية كبير ففي طلب على كتير إشياء وبالنسبة للدخل طبعاً الدخل بيختلف من شغلة لشغلة من محل لمحل من فكرة لفكرة من موقع لموقع فكله بعتمد يعني في كتير إشياء مربوطة في فكرتك مربوطة بالموقع وين رح تفتح يعني مثلاً إذا أنت رحت استأجارة محل أو استأجارة مكتب بعيد كتير وفيش إجر طبعاً رح يكون دخلك أقل من ما إذا رحت استأجارة مكتب بمنطقة فيها كتير ناس وموقعها منيح أنا عندي صديق من القدس دكتور دكتور جلد ودكتور تجميل اسمه هو اللي ساعده يلاقي شغل بعيادة كتير منيحة بكييف لما رح عدم للشغل صاحب العيادة أخده لأنه اسمه كان غريب سهل ينحفظ والناس رح تتذكروا يعني مثلاً الأسامة الأوكرانية مرقع الأوكران كتير أما لما أحد يكون اسمه غريب عن بعي الأسامة سهل تتذكروا سهل تعرفوا حتى وصل لمرحلة أنه هو صار دكتور رقم واحد بالعيادة والوجه الإعلامي تبع العيادة يعني كل صور العيادة هو أول واحد موجود بالصور كل إعلانات العيادة هو أول واحد موجود بالإعلانات وأخيراً وليس آخراً الأهم من رأس المال والفكرة والدعاية والتسويق أنه تكون عامل كل إشي قانوني ليش؟ حتى المصاري اللي بتسويها ما تظلش تدفعها رشاوي لأفلان والإعلان تخلص من القصص لأنك قاعد في البلد مش قانوني أو الشغل اللي فاتحه مش قانوني وما هلأ ما بديش حدا يطلع يقول لي صعب الواحد يساوي صعب الواحد يعمل لو صعب الواحد يساوي صعب الواحد يعمل كان فيش عدد كبير من الأجانب يستثمر بهاي البلد لا يوجد عدد كبير فاتح مطاعم لا يوجد عدد كبير فاتح محلات فاتح كيوسكات الرشاوي أخوان موجودة وين مكان نحن ما بدنا يعني أنا متأكد هلا إلا ما يطلع لي واحد يقول لك شعب مرتشي وشعب ابصر إيش وشعب مش منيع وبصر شو وين مكان فيه الرشاوي يعني مثلا بدول عربية فيه الرشاوي إذا الرشاوي ما كانتش مصاري الرشاوي تكون معارف ما إنه واحد يخلص لك قصتك ما عرف تخلصتك قصتك هذي نوع من أنواع الرشاوي فشكرا لكم واللي بدوا يفتح شغول موفة ويعطيكم ألف عافية وبي باي